خلال نروح للخبر التاني اللي صدر النهاردة قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي لن يسكت على اي شيء الاهلي يرفع مذكرة الى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره النادي الاهلي اليوم تقدم بمذكرة الى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الاهلي ولاعبي وجهازهم الفني قبل واثناء وبعد مباراة الهلال التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرات الضرقاء بام درمان وصارد الاهلي في مذكرة كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء اثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالالعاب النارية وما تعرض له لاعب الاهلي وجهازهم الفني والاداري وافراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء سواء من الجماهيرة التي تم سماح لها بدخول المباراة بالمخالفة لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم باقامة اللقاء بدون حضور جماهيري لعدم خد بالحضرتك من الكلام ده مهمة اوي لعدم توافر شروط السلامة التي حددها الكاف في ملعب الجوهر الضرقاء او التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من افراد التاقم الاداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعب النادي الاهلي واكد النادي في مذكرته على ان السفير المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق لكل الاحداث والتي سبق ان تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في اعوام سابقة ورفض الاهل التصعيد حرصا على العلاقات الطيبة ما بين الاندية وما بين البلدين حيث عشان اقفل الملف لازم اكون وانا الحقيقة هنا بالتأكيد كاهلاوي زي اللي حصل مبارح في انه يعني جالنا احنا انا شخصيا جال انتقادات كثيرة جدا وفي القناة والمجلس ادارة النادي الاهلي النهاردة انا لازم احيي مجلس ادارة النادي الاهلي واحد واحد كابتن محمود الخطيب الاستاذ العمري فاروق استاذ خالد مرتجي الاستاذ طريق اندير الدكتور محمد شوقي الدكتور محمد الغزاوي الدكتور استاذ محمد الضماطي الدكتور مهند مجدي استاذ محمد الجرحي كابتن حسام غالي الدكتور محمد صراج الاستاذة مية عاطف كل هذه الاسماء أنا بحي حضراتك وبشكرك شكرا جزيلا كأهلاوي على هذا الموقف الواضح والمباشر والصريح في مسألة تعرض اللاعبين وبعثة النادي الأهلي لهذه التجاوزات والاعتداءات لأن ده غير مقبول تماما ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة من الكاف بشأن المتجاوزين لأن احنا كنا حريصين الحقيقة النادي الأهلي كان حريص في 2020 على عدم الشكوى وحضراتكوا فاكرين اللي حصل وأنا لسه حكيه وقت المدرب السويسري برضو ريني فيلر ولكن دلوقتي تجاوزات بدأت بتتكرر ولابد من موقف وأنا بعد ما نتكلم في هذه الأمور لأننا نتكلم مرة أخرى لأنه سنترك الأمر للكاف ولجانه اللي عليها مسئولية اتخاذ قرارات للحفاظ على سمعة مسابقة الكاف وفرض الانضباط داخل هذه المنظومة للمفروض أنها تابعة للكاف